نرجع لي كان في سؤال الأستاذ مهدي كان ترك سؤاله كان انقطع الاتصال بالأمس وبيقول إن زوجة ابنه توفيت وهي بتولد فبيقول أنا مش عارف حاجاتها دي ما تركته ده نعمل فيه إيه طبعا يا أستاذ مهدي يعني البقاء لله وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصبر والسلوان ولزوجها كذلك وطبعا الحاجات بتاعتها سواء القائمة اللي حضرتك سألت عنها القائمة المنقلات اللي مدون فيها الأشياء بتاعتها لإن إحنا معروف أو من المعروف عرفا في بلدنا في مصر إنه بيتاخد صداق المرأة اللي هو مهرها بيجيبوا منه العفش وبالتالي بيكتبوا به الأيمة فبيثبتوا بيه لها حقها أو مهرها مهرها دي بقى إيه تركة المهر التاحة المثبت في القائمة تركة وكمان حنضيف إليها حاجة كتير من الناس بتنساه وهي مسألة مؤخر الصداق مؤخر الصداق ده لإنه المهر إحنا بندفعه إما مقدم أو مؤخر أو جزء مقدم أو جزء مؤخر أو جزء مقدم ومؤخر المؤخر المثبت ده دين في رقبة الزوج في العرف برضو إيا ما بيستحقلهاش الدين ده إلا بالموت أو بالطلاق ولكن الحقيقة بنقول لكل الأزواق إذا كان زوجتك أنت كتب لها مؤخر وتقدر تدفعه ادفعه ليه؟ لأن هذا المؤخر دين في رقبة حضرتك تسأل عنه يوم القيامة ودين مثبت مكتوب فكل ده مما هي تركته وبيخضع إلى أنه ده ما تركته هذه الزوجة المتوفى قائمة المنقلات وكل ما تمتلك هذه الزوجة وكذلك مؤخر صداقها هذا كذلك مما تركته الزوجة وبيقسم بحسب القسمة الشرعية يا أستاذ مهدي والبقاء لله سلام